قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش إن بلاده تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الانتاج الفعلي بحلول عام 2020 وأضاف درويش أنه سيقوم في أواخر مارس أذار بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات